رغم التصايد العسكري الإسرائيلي في لبنان شهدت الأيام الأخيرة أحاديث متواثرة من قادة عسكريين إسرائيليين عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعن أن الوقت بات مناسبا لإنهاء القتال مع حزب الله هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن مسودة اتفاق لإنهاء الحرب يؤكد أول بنودها على أن الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفل هما القوتان الشرعيتان الوحيدتان في جنوب لبنان عند الخط الأزرق وتشدد مسودة الاتفاق في بندها الثاني على أن كل اتفاق لبيع أسلحة إلى لبنان أو صناعة أسلحة داخل أراضيه يجب أن يكون بموافقة الحكومة اللبنانية وفي سياق تمكين السلطات اللبنانية من السيطرة على الجنوب تؤكد مسودة الاتفاق على ضرورة أن تمنح الحكومة اللبنانية القوى الأمنية الصلاحيات اللازمة لتطبيق قرار منع تسلح حزب الله ووفقا لتلك المسودة تتولى السلطات اللبنانية مسؤولية مراقبة وتفكيك أي منشآت لإنتاج الأسلحة لا تعترف بها الحكومة بالإضافة إلى تفكيك كل بنية تحتية مسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية وبموجب مساورة الاتفاق المسربة سيكون أمام السلطات اللبنانية ستون يوما لنزع أسلحة المجموعات العسكرية غير الرسمية في الجنوب ومراقبة نقل الأسلحة عبر الحدود وفي آخر بنودها تؤكد المسودة على انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني خلال سبعة أيام واستبدالها بقوات من الجيش اللبناني بمراقبة الولايات المتحدة ودول أخرى تطورات قد تثير قدرا من الأمل في إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان ووقف نزيف الدماء والتدمير في بلد يعاني منذ سنوات نزيفا اقتصاديا زادت الحرب من ويلاته وتداعيته